ذكرت فصائل المعارضة السورية المسلحة في بيان لها أنها لا يمكنها أن تقبل دعوة لمحادثات سلام لا تؤدي إلى نقل السلطة لهيئة حكم انتقالي يتي ذلك فيما أجلت المجموعة العربية في الأمم المتحدة مباحثات مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا أعلنت فيها تأكيده على أن العملية الانتقالية في سوريا ستتم على ثلاث مراحل تتضمن تشكيل حكومة انتقالية ودستور التفاصيل في سياق هذا التقرير لا يمكن التقدم بأي خطوة نحو الحل السياسي العادل في سوريا ما لم ينفذ وقف أطلاق النار ووضع الأليات المهنية الدقيقة لمراقبته هو ما اشترضته فصائل المعارضة السورية لإجراء أي محادثات الفصائل تحدثت عن الخروقات التي حصلت في سوريا ولسيما في وادي برد وتهجير سكانها وطلبت باستكمال الإجراءات الإنسانية في القرار 2254 المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين بيان المعارضة ندد أيضا بتصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا التي هدد فيها بتشكيل وفد محدد للمعارضة إذا لم تقم هي بذلك وطالبين المبعوث الأممي بالالتزام بصلاحياته والاعتذار للشعب السوري عن تصريحاته تصريحات اعتبرتها الهيئة العليا للمفاوضات أمر غير مقبول أيضا لافتة إلى أن تأجيل المفاوضات ليس من مصلحة الشعب السوري وجاء تلبية لطلب حلفاء النظام وليس لعدم جهزية ممثل الوفد المعارض ردود فعل المعارضة تأتي في وقت نجرت فيه المجموعة العربية في الأمم المتحدة مباحثات مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا أعلنت فيها تأكيدها على أن العملية الانتقالية في سوريا ستتم على ثلاثة مراحل تتضمن تشكيل حكومة انتقالية ودستور بمشاركة جامعة الدول العربية في مباحثات جونيف وعلى غرار مبعوث إلى سوريا حذر الأمين العام للأمم المتحدة من إمكانية تحديد ممثلي وفد المعارضة السورية إلى المفاوضات المرتقبة في العشرين فبراير في حال لم تتمكن الأخير من ذلك وأكد إمكانية استخدام هذا الاحتمال لافتا إلى أن هدف الأمم المتحدة هو نجاح مؤتمر جونيف نجاح يقول إنه يتطلب تمثيلا جديا للمعارضة السورية عبر الأقماز تنعي مباشرة من الرياضي ينب لنا العميد الركن أسعد الزعبي رئيس الوفد المعارضة المفاوض في جونيف أهلا بك معنا سيد العميد إذن الردود توالت على ما قاله السيد مستورا من قبل هيئة العليا للمفاوضات وبأن تشكيل الوفد طبعا ليس من اختصاصاته بحسب ما قال مختلف من رده من قبل هيئة العليا للمفاوضات لكن بعد هذا الرد هذا يعني أنكم ستشكلون وفدا سيكون من ضمن المفاوضين في جونيف هل تعملوا الآن على تشكيله وهل هذا يعني حضوركم جونيف بسم الله الرحمن الرحيم أختي الكريمة يعني أسلوب السيد المستورا أعتقد أننا يعني عرفناه تماما وعرفنا ماذا يقصد في كل حرف يتحدث به منذ البداية منذ أن دخل الملف السوري ويحمل في يده خريطة لحي صلاح الدين أو حي الراشدين وكنا يعني آنذاك كنا نعتبر أن ذلك عبارة عن مماطلة في الوقت وكسب الوقت لصالح إيران وكانت أوامره تأتي من إيران هذا هذه حقيقة وقلناها لكل الفصال وكنا أنذاك قد طالبنا الفصال بعدم الاجتماع مع ديمستورا بتركيا وفعلا لم يجتمع معه أحد أيضا منذ حوالي ثلاث شهور كان يتحدث عن قضية حلب الشرقية وفتح الشامة إلى آخرية أيضا كنا نطالب تماما سيد ديمستورا من المفترض أن يكون حيادي ولذلك لا يحق له لكن لماذا يتحدث ديمستورا اليوم بهذه القضية حقيقة من أجل الضغط على الهيئة العلية للتفاوض وبالتالي أن ننسى تماما أسباب وقف التفاوض وقف التفاوض لم يتعلق بنوع الوفد أو بأسماء الأعضاء وقف التفاوض جرى من أن المجتمع الدولي كان عاجزا عن تنفيذ الفقرات التي تتعلق بالجانب الإنساني لذا سيد ديمستورا مثل لافروف مثل القيادة الإيرانية يحاولون تماما لفت الأنظار إلى موضوع آخر حتى ننسى نحن الموضوع الأساسي الذي من أجله أو بلنا عليه أوقفنا التفاوض الآن هل ستشكلون وفدا أنتم كهيئة عليا للمفاوضات هل ستحضرون جنيف؟ أختي الكريمة يعني البيان الذي تحدث به قبل شهر الهيئة العضية أولا كان الرد على مباحثات موسكو ولوسيتانا ولكن كان يتضمن الموقف العام وكان الموقف العام واضح هناك أسباب تم بناء عليها تعليق هذا التفاوض قبل أن نتحدث بالجانب الإنساني كان من المفترض أن يكون هناك تصريح واقعي ورسمي وضمان من الدول الكفيلة بأن يتحدث النظام عن أن يبدأ بمفاوضات الانتقال إن لم يتحدث النظام ويقبل بالانتقال لن يكون هناك التفاوض ولذلك اليوم الحديث عن الوفد قبل ذلك يجب أن نفكر هل فعلا المحادثات القادمة في جنيف تتضمن عملية انتقال إذا كانت تتضمن عملية انتقال بالتأكيد سوف تباشر هيعليها بتشكيل وفد جديد أو ربما تبقى على الوفد الماضي أو ربما تشكل تصريحات سيد ديمستورا قال بأنه يتحدث عن مرحلة انتقالية من ثلاث مراحل وهذا يثبت صحة ما أقول عندما يتحدث ديمستورا لأنه يحاول تشكيل كوفد أو أن تشكلوا هذا عبارة عن ابتعاد عن الموضوع الأساسي تغييب لقرار مجلس الأمن 2254 وقفز فوق القرار 2118 وذلك هذا ما فعله سيد ديمستورا بنان على أوامر روسية لأنه اليوم أصبح ناطقا باسم الروس الحديث عن قضية انتقالية أعتقد جاءت بالمشروع الذي قدمته لهيئة العليا قبل حوالي أربع شهور بمؤتمر باريس ومؤتمر لندن والجميع وافق عليه والجميع بكل الدول بنون استثناء حقيقة أعجبت بهذا المشروع لأنه كان ضامن لكل المراحل وقد حددت المراحل بثلاث لكن القرار 2254 حدد المرحلة بثمنتاشر شهر اعتبارا من الأول من ينار 2016 يعني اليوم نحن قطعنا 13 شهر من هذه المرحلة من المفترض أن تبقى خمسة فقط بالمراحل الثلاث التي اعتمدتها الأمم المتحدة هذا يعني تماما أن سيد ديمستورا اليوم يحاول أيضا اللعب على الوقت مرة أخرى عندما يتحدث عن ثلاث مراحل 18 شهرا طيب يعني ما موقفكم الآن هل ستحضرون أم لا هل ستشكلون وفدا أم لا لأن سيد ديمستورا كان واضح في حال لم يكن هناك أي مشاركة من قبلكم فسيقوم هو باختيار الوفد وتعين الوفد في هذه الحالة ما ردكم أنا أقول لك يا أختي الكريمة وعلى محطتكم التي أحترمها لا يستطيع لا ديمستورا ولا أي دول في العالم أن تشكل وفد دون العودة للهيئة العليا ودون موافقة لهيئة العليا ودون مشاركة لهيئة العليا ولذلك يعني هذه التشويشات التي يقومون بها يعني لا تفيدهم تماما أنهم يعلمون ماذا قدموا وماذا فعلوا وماذا اتخذوا من إجراءات لحجب الهيئة العليا في جنيب في الجولات الثلاثة الماضية لم يستطيعوا وأولهم كان ديمستورا والجانب الروسي حاولوا جاهدين إبعاد الهيئة العليا والتعتيم عليها أو الإغلاق عليها كليا لكنهم لم يستطيعوا وبذاك أقول لك لا يستطيعوا الآن تشكيل وفد سيعودون إلى الهيئة العليا حتى لو أجلوا المفاوضات حتى لو بدأ البث بمؤتمرات جانبية بنقاط تتعلق خصوصا بقضية الانتقال الانتقال هذا قرار للشعب السوري لا يمكن التلاعب فيه إطلاقا وبغض النظر عن الشخصيات التي يركبوها بموسكو قبل أيام على أنها معارضة وهم عملاء للنظام طيب سيد العميد قد يقول قائل بأنه ممكن أن تقع عليكم بعد اللائمة من قبل الشعب السوري الذي دائما نقول بأنه يعلق عليكم أمل كبيرة كمعارضة سياسية لحل هذه الأزمة وما يمر به الشعب السوري من معاناة خلال هذه الثورة منذ بداية الثورة وإلى الآن يعني إذا لم يكن هناك وفد إذا لم يكن هناك أي تحرك يعني في سبيل أي حل والمجتمع الدولي يقول أنه هناك ممكن بعض الحلول التي يمكن أن تلخب الأفق وإن كانت على مراحل يعني إذا لم تشاركوا ممكن أن يكون بعض لوم عليكم في هذه الحالة مردكم أختي الكريمة يعني رسال الشعب السوري سواء كان مرضمات المجتمع المدني أو التنسيقيات أو الفصال العسكرية أو حتى أيضا يعني ممثلين لحارات شعبية ممثلين لحشد جماهيري ممثلين لمجالس محلية الجميع أرسل رسائل تماما نحن قالوا بالحرف يعني مجمل الرسائل نحن قدمنا تضحيات كثيرة وبالتالي لا يمكن أن تنازل بالقدر أنملا عن أي هدف من هداف الثورة السورية لا تتنازلوا نحن صابرين وصامدين ومهما كانت التضحيات ومهما طال الزمن لا تتنازلوا لن نسمح لكم يعني نحن إذا كانت هناك مشاركة من هيئة عليا ضمن الظروف الحالية بما يعني يريده الروس من عملية بيع للقضية أو حقيقة يعني الاحتفاظ بجزء من هذا النظام لو مؤقتا أعتقد أن الشعب السوري سيرفض سيرفض كل الهيئات السياسية ولذلك البرقيات واضحة من الشعب السوري نحن ممثلين وناطقين باسم الشعب السوري الذي أولانا هذه المهمة وأولانا هذه الأمانة لا نستطيع أن نخرج عما يتحدث بالشعب ويطالب بالشعب السوري ولذلك يعني يخطئ من يظن أن الشعب في سوريا بدأوا يصلوا إلى مرحلة الملل أو الكسل أو إلى يعني نوع من التأفف لا بد من وجود حل أبدا الحلول التي يطالب بها الشعب في الداخل هي الحل الذي طرحه مؤتمر الرياض بفقراته الست وبالتالي لا تنازل عن أي واحدة من هذه الفقرات وهذه الرسالة وصلت لكل الدول الصديقة ووصلت للدول الراعية للولايات المتحدة الميركية ولروسيا ولذلك مشاركتنا وعدم مشاركتنا تأتي بقرار من الشعب السوري في الداخل بناء على قناعتنا هل يتم فعلا في جينيف القادم مناخشة قضية الانتقال وضمن الفترة التي حددها مجلس الأمن في القرارة 2254 نعم شكرا لك على هذه المداخلة معنا أشكرك جزيلا العميد الركن أسعد الزعب رئيس الوفد المعارض المفاوض في جينيف كنت من عبدالخما سنعي مباشرة المناريات